اشتركوا في القناة 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 اللي هي هذه إذا ضغطت مدة عليها راح تطلع لك نفس القائمة في حالة إنه إنت ضغطت على صورة الشخص أو الحساب اللي إنت مسوي له راح يطلعوا لك قوائم ثانية ممكن إنه إنت تسوي له Public Reply أو Direct Message إذا هو فاتح Direct Message Manage List Membership إذا كنت بتضيفه في لستة من اللستات اللي موجودة عندك Disable Retweet ممكن إنه إنت توقف التغريدات اللي معاد تغريدها من الشخص هذا فأنا أبي بس تغريدات الشخص هذا أقراها ما بي أقرا التغريدات اللي هو مسوي لها Retweet تضغط Disable Retweet Mute تسوي له صامت بالمute ممكن إنه إنت تحدد تبيه له يوم، أسبوع، شهر أو إلى ما لنهاية لغاية ما أنت تشيلها يدويا آخر واحدة عندك Unfollow إذا أنت تبي تسوي له Unfollow إذا كان في عندك مثلا أنت بتكتب تغريدة أنت الحين كتب تغريدة طريقة للدرايفت القديمة أو المحفوظات اللي موجودة عندك كانت موجودة تحت أو أنك تضغط على الإدرافت حاليا إذا كان في عندك تغريدات موجودة بالمحفوظات راح تطلع لك الصورة هذه تضغط عليها راح يطلع لك شنو التغريدة اللي موجودة وتختارها Edit ممكن إنه إنت تحذف التغريدات اللي موجودة عندك بالمحفوظات مثل ما إحنا شايفين وإذا بتكتب تغريدة إذا حطيت هاشتاغ راح يطلع لك الهاشتاغ موجود فوق هني مثلا حطيت راح يطلع لك شنو الهاشتاغات اللي ممكن تستخدمها إذا كنت تبي تسوي منشن حق شخص راح يطلع لك هني الأشخاص نفس القديم تغريبا بالإضافة إذا أنت تبي تضيف صورة ممكن أنك تاخد صورة أو أنك تاخد صورة أو فيديو أو أنك تختار من المكتبة اللي موجودة عندك Location Disabled ممكن إنه إنت توقف عرض المكان حقك اللي إنت قاعد تكتب منه التغريدة مثل ما إحنا شايفين هذا بالنسبة حق التايم لاين وشنو اللي تغير فيه في ناس تسوي مثلا قوائم وتبي تشوف القوائم هذه ما تبي تشوف التايم لاين نفس مثلا الناس اللي تابعون أكثر من شخص أكثر من ألف مي ألفين ثلاث تالاخ فتلقى أنه هو يتابع الليستة ما يتابع التايم لاين مالك فمجرد أنك تضغط على التايم لاين رح يطلعوا لك الليستة اللي أنت مسويها تضغط على أي لستة رح يصير التايم لاين مالك وهو اللي أنت مختارها تضغط على التايم لاين مرة ثانية رح يردلك على التايم لاين فهذه الحركة وايد حلوة بالنسبة حق مشاهدة التايم لاين أو شنو اللي رح ينعرض لك بالتايم لاين مالك مثل ما احنا شفنا في حالة انك تبيدش على الاعدادات مجرد ان انت تضغط على صورتك اللي موجودة فوق راح يدخلك على الاعدادات اول شي راح يطلع لك الاصوات تختارها حق شنو اللي تبيدها بس حق التنبيهات او حق كل شي موجود الديس بلي او العرض قبل 3.1 الاصدار كان تغيير حق الخط يصير عن طريق خط السيستم حاليا ممكن ان انت توقف هالشي وتغير الخط موجود عن طريق التطبيق تقدر تزيد حجم الخط او تقلل حجم الخط او ان انت تستخدم الخط الفعلي حق النظام الايو اس 7 طريقة عرض الاسماء راح تكون اسم كامل او اليوزر نيم بس اسم المعرف او الاثنين مع بعض طريقة عرض الافتار او الصورة الرمزية اذا تبيها دائرية ممكن تشيلها راح تطلع لك الصورة بشكل مربع مثل القديم مثل ما احنا شايفين او ان انت تردها على الشكل الدائرة القديمة او اليديدة الشكل اليديد حق الايو اس 7 فهذه بالنسبة حق طريقة عرض او الاعدادات اخر شي في عندنا الداة فورمات او متى انكتبت التغريدة هذه ممكن يحط لك بعد دقيقتين او ثلاث دقائق او ان انت تختار ابسلوت اللي هو يحط لك الوقت والتاريخ بالضبط متى انكتبت فيه التغريدة لستريمينج مثل ما قلت اللي هو راح يكون عندك اذا كنت شابك واي فاي راح يتحدث عندك التايم لاين بشكل تلقائي الكووت فورمات نفس القديم مثل ما هو ما تغير الفيفورت شورت رايت سوايب اذا انت حركت من جهة اليسار شوي شوي تبي يسوي فيفورت ولا رتويت تختار بينهم اذا كانت ليه اخر شي راح يسوي ربلاي طريقة عرض اللينكات او الروابط اللي موجودة بالتغريدات تبي يفتح عن طريق السفاري او تطبيق الكروم او انه يفتح داخل تطبيق لتويت بوت مثل ما هم بيين عندكم اخر شي موجود عندنا اللي هو اعدادات الحساب نفسه فعلى سبيل المثال اذا دخلنا على الحساب راح نلقى في عندنا التنبيهات راح يكون في عندنا المنشن او شنو نوعية المنشن اللي تبيه يوصلك عليه التنبيه يكون حق الكل او حق الناس اللي اللي انت مسوي لهم فولو او ما تبيه تنبيهات من اي واحد بالنسبة حق التنبيهات العامة حق شنو تبيها مثلا ابيها حق الريتويت او او المفضلة اي واحد يحط تغريدة من التغريدات اللي انت تكتبها بالمفضلة راح يوصلك تنبيه او اللي يسوي لك فولو من اللي راح يطلع لك التنبيه حقه اخر شي راح يكون في عندك تسوي تست حق التنبيهات في ناس يقولك والله انا نشغل هذين بس ما قاعد توصلني التنبيهات فممكن ان انت تضغط على التست تشوف هل التنبيه راح يوصلك ولا لأ وش كثر راح يطول على ما يوصل عندك فمثل ما احنا شايفين وصل التنبيه وجست رسيبه تست راح يبين لك متى صار عندك اخر تست مثل ما هو شاي من بين الانتحد هذا بالنسبة حق استعراض تطبيق التويت بوت اخر شي موجود عندنا بعد التنبيهات حق اعدادات الحساب عندنا الخدمات اللي راح تحتاجها حق رفع الصور والفيديو والبرامج اللي راح تحتاجها حق القراءة بعدين نفس مثلا البوكت السينك بين التطبيقات والاجهزة مثلا الايباد والايفون والايماك راح يكون عن طريق شنو تبيه ففي عندك الايكلاود وفي عندك ولا شي في عندك التويت ميكر الدسبلي بجوى الماركر راح يطلع لك انه والله انت وقفت هنا بالايباد ولا الايماك راح يطلع لك ايه بالايفون انت وقفت عند التغريدة هذه راح يطلع لك علامة صغيرة موجودة مثل ما احنا شايفين اخر شي موبلايزر اذا دخلت مواقع شنو اداة تغيير الموقع انه يحط لك على التويت بوت اذا كنت انفعل خاصية تشغيل الروابط على التويت بوت راح يطلع لك اذا تتبع عن طريق جوجل او الريدابلتي فتختار اي واحد فيهم اذا كنت حاب هذا بشكل سريع استعراض حق تطبيق التويت بوت النسخة الثالثة اليديدة حق الاي او اس 7 سعره تقريبا موجود حاليا بثلاثة دولار بالستور انصح الكل اللي حاب انه يستخدم تطبيق بديل حق التويتر العادي انه يستخدم تويت بوت بمميزات اللي موجودة انا عن نفسي افضل استخدام تويت بوت اعطي تغييم حق التطبيق حاليا بالاصدار هذا بالتغييرات اللي موجودة فيه يحتاج تغيير اكثر فاعطي حاليا ثمانية سبعة ونصف الى ثمانية من عشرة تقييم حق التطبيق اللي حاب يستخدم التطبيق مثل ما قلت لكم موجود بالستور اللي عنده اي سؤال او استفسار انا ان شاء الله موجود بتويتر حسابي مثل ما هم بيين عندكم ان تويتر واللي حب الفيديو والفيديوهات لا ينسى يسوي ثمب اب حق الفيديو اللي ما عجبه ممكن انه يسوي ثمب داون اللي يبي تابع الفيديوهات الياية وتشوف الفيديوهات والاستعرابات الياية يسوي سبسكرايب على الشانل ويعطيكم الف عافية على المتابعة وشكر لكم متابعتكم ويعطيكم الف عافية ومع السلام اشتركوا في القناة